وإنظم إلينا مباشرة من مصر مشاهدين الكرام المهندس زياد علي فاضل مدير إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية سيد فاضل مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم وهل تصل ساعات القطع في المحافظات الوسطى والجنوبية إلى عشرين ساعة أيضا سيد فاضل وهل تأثرت هذه المحافظات أيضا بقطع إيران للخط المغذي للكهرباء بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية حياكم الله أود أنه مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية طبعا بالتأكيد تأثرت المنطقة الجنوبية وبالأخص محافظتي البصرة ومحافظة ميسان بانقطاع التغذية من الخطوط الإيرانية حيث تأثرت محافظة البصرة بفقدان أكثر من 400 ميجا واط تصب في مركز محافظة البصرة وأيضا تأثرت محافظة ميسان بمعدل طاقة كانت تجهز من الجانب الإيراني ب300 ميجا واط هذه 700 ميجا واط التي فقدتها المنظومة على الأقل في المنطقة الجنوبية أكيد زادت من ساعات القطع المبرمج وأثرت على برنامج التجهيز للمواطنين حاليا معدل إنتاج محافظة البصرة يصل إلى 2600 ميجا واط بينما يتجاوز الحمل خاصة هذا اليوم مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يصل إلى 2900 ميجا واط حسب خطة الوزارة وحسب توجيهات السيد الوزير كان من المؤمل أن يكون ساعات التجهيز تصل لأكثر من 20 ساعة التجهيز ولكن فقدان الأربعمائة ميجا واط التي كانت محسوبة كطاقة أضافية لكن سيد فاضل كل هذا القطع لهذه الساعات للكهرباء خاصة في شهر تموز هنا وهناك أنباء حتى أن أسلاك الكهرباء قذابت سيد فاضل كل هذا القطع لماذا ألم تضع الخطط طوالع هنا لترافي مثل هذا نعم طبعا أكيدا للوزارة الكهرباء لديها خطة ومستنفرة كافة الجهود لغرض معالجة الانقطاعات ارتفاع الكبير في درجات الحرارة سبب تغير أو تأثر في معدل إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا زاد من ساعات التجهيز حاليا في محافظة البصرة معدل تجهيز يصل إلى 2800 ميجا واط بمعدل تجهيز يتجاوز الأربع ساعات مقابل ساعتين قطع كان من المؤمل لو أضيفت الأربعمائة ميجا واط الناتجة من الخط الإيراني لكنا وصلنا إلى طاقة تجهيز تصل إلى 3000 ميجا واط وبالتالي نصل إلى ساعات تجهيز أكثر من 20 ميجا واط طبعا وزارة الكهرباء وضعت خطة لغرض معالجة فقدان الخط الإيراني متمثلة بمحطة الرميلة الاستثمارية والتي الآن استطعنا مع المستثمر من إدخال وحتيين بمعدل 250 ميجا واط أسهمت هذه الطاقة الأضافية الجديدة التي دخلت لشبكة المحافظة من تعويض النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية المجهزة من الجانب الإيراني لم ينظر أو لم يعلم هنا ذوبان أسلاك الكهرباء وأيضا هناك أنباء عن انفجار لبعض محاولات الكهرباء هنا أيضا أدي إلى زيادة قطع عدد ساعات الكهرباء هنا ما دور فرق الصيانة لماذا لا تعمل على صيانة متواصلة لما يجري من تلف لهذه المحاولات أو هذه الأسلاك طبعا نقطة هذه نقطة مهمة جدا يجب إضاحة بشكل واضح السيد الوزير أوعز بتشكيل فرق طوارئ العمل 24 ساعة ومعالجة كل الانقطاعات وعدم بقاء أي منطقة خارج العمل المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي كثرة التجاوزات على الشبكة الكهربائية حاليا وبأرقام بسيطة إذا استطعنا وبمثال بسيط أن تكون المحاولة الكهربائية تغذي عدد محدد من الدور السكنية بطاقة ثابتة ومستقرة بعد يوم أو يومين رح نجد أن كثرة التجاوزات وأن المنطقة المجاورة للمنطقة الأصلية كل تغذية الدور السكنية تجاوزت على الشبكة الأصلية وبالتالي المحاولات وضعت لتجهيز مناطق محددة أصبحت اليوم بسبب التجاوزات على الشبكة الكهربائية المحاولات تتحمل طاقة أكثر من طاقته لذلك نحن وجهنا ودعينا كل الأخوة المواطنين أن هذا الضرر الكبير الذي يحصل في الشبكة الكهربائية احتراق المحاولات تقطع الأسلام يعود بالضرر على ساعات التجهيز سيد فاضل عذرا الموضوع هنا لا يجب أن يجب فقط إعلام المواطن هل هناك من دور لديكم في توعية المواطن لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية هنا نعم الوزارة جادة ومن خلال وسائل الإعلام ومن خلال برامج التثقيف ومن خلال الجوامع ومن خلال مؤسسات وحتى قمنا بعمل ندوات داخل الكليات والجامعات والمدارس المراحل المتوسطة والابتدائية وحتى عملنا فرق جوالة من كوادر نسائية استهدفت البيوت لغرض إيصال رسالة واضحة للمواطن أن المواطن هو شريك مع وزارة الكهرباء بتجهيز الطاقة الكهربائية نحن لا ندعو وهذا قضية مهمة نحن لا ندعو المواطن إلى أطفاء الأجهزة الضرورية بل نحن ندعو إلى أطفاء الأجهزة الإضافية الأجهزة الفائضة بالإمكان مع ارتفاع الكبير في درجات الحرارة الاكتفاء بمكيف أو مكيفين نحن نفهم الوضع فيه داخل محافظة البصرة على الأقل لماذا لا تلجؤون هنا إلى فرض عقوبات على حين يتجاوز من المواطنين كي يتم ردعهم بهذه الحالة نعم وجه السيد الوزير باستخدام القانون للمتجاوزين على الشبكة الكهربائية ولدينا فرق جوالة يومية بالتنسيق مع شرطة الطاقة لإزالة التجاوزات ورفعها هذا بالإضافة إلى البرنامج التثقيفي ومخاطبة المواطنين بضرورة ترشيد الطاقة الكهربائية ومعاونة الوزارة حتى نضمن وصول ساعات تجهيز مناسبة ومريحة خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ولا زالت الفرق تعمل بشكل مستمر استهدفنا الأحمال الصناعية العالية المتجاوزين العالين وجدنا بعض المعامل بعض الأحمال العالية متجاوزة أو عزنة بقطعها بشكل سريع أقامة دعاوى قضايا على المتجاوزين أنا أود أن أوضح أن التجاوز يسبب ليس فقط تأثير في ساعات التجهيز بل حتى خسران لمبالغ طائلة بسبب احتراق المحولات بسبب انقطاع الأسلاك بسبب تلف القابلوات هذه الخسارة الكبيرة أكيد تنعكس على ساعات التجهيز شكرا جزيلا لحضرتك كنت معنا مباشرة من بصر المهندس زياد علي فاضل مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية شكرا جزيلا لك